أحمد الله سبحانه وتعالى أنه وصلنا في يوم نشوف في الحكومة اللي كانت دائماً انتقاداتنا موجهة لها نشوف في الحكومة توصل إلى مرحلة تذكر أن من الواجب انتهاء الدولة الريعية هذا أمر صحيح هذا تشخيص صحيح وجوب انتهاء الدولة الريعية وسياسة السادج الوارث في إدارة البلد هذا واجب أن ينتهي سياسة أن أنا أخذ فلوس من النفط وأوزع الفلوس ومتى ما أخلصت الفلوس أصرخ ما عندي ميزانية هذه سياسة السادج الوارث لكن لما أصير أدير الدولة بسياسة رجل الدولة أنا أعرف أن في ميزانية لازم أدبرها عشان أرفع مستوى دخل المواطن أنا لازم أن أوع مصادر الدخل عشان أزيد من مستوى المعيشة للمواطن أنا يكون عندي عدالة في الاستثمار عشان أنوع الفرص سواء في المشاريع الصغيرة أو المشاريع الكبيرة أو الاكتتابات هذا أمر ضروري ملك اللي يفهم تجارة لكن إذا صارت سياسة الحكومة أنها توقف الفكر الريعي اللي كانت تدار في البلد بأن الحكومة لازم تسرف على كل شيء الحكومة تسرف على الشارع والحكومة تسرف على الموظف والحكومة تسرف على الصحة مو صح مو صح تعالوا فتحوا بمجال حق القطاع الخاص يعمر الأراضي الفاضية والحكومة تهيمن عليه وبنفس الوقت الحكومة كونها مهيمن عليه تفرض عليه نسب تكويت فتخفف العب على الميزانية من خلال نسب التكويت صارت الوظائف موجودة في القطاع الخاص غصباً على القطاع الخاص ليش؟ لأن القطاع الخاص ما قاعد يدفع شيء الحين قاعد يأخذ يحلب الأرباح صافي لكن إذا دخلت القطاع الخاص كشريك في تحمل المسؤولية الوطنية في حمل الأعباء الموجودة على الميزانية أسهل حل أن الحكومة تقول أبي ضرائب تدري أن الآيابة الضرائب حق النواب النواب بيرفضونها كلمة ضريبة مرفوضة والدستور يقول لا ضريبة إلا بقانون إذن إحنا قاعد نروح حق طريق مسدود ثلاثة منطارية في ستين ألف حل يديد وآخر مرضي للشعب الكويتي وفي نفس الوقت قابل للتطبيق ويوفر الميزانية أي أحد يدير أي مؤسسة مالية يعرف أنه إذا أنا بنجح مؤسستي أرفع الإرادات أخفض المصرفات عشان أضمن استمرارية مؤسستي لذلك لا يمكن أن تدار البلد بهذه الطريقة التهمة اللي وجهت للمجلس المجلس قدم العديد من القوانين اللي فيها رفع مستوى دخل الفرد وتنويع مصادر الدخل وإضافة للميزانية لما قدمنا قانون إنشاء المدن الإسكانية يوفر ثلاثة مليار بكل منطقة يديدة على الدولة الدولة ما تحتاج تقطع البنية التحتية لما توفر ثلاثة مليار من ناحية ثانية نحن نقدر نرفع مستوى دخل المواطن ندبر فلوس بعدين نرفع مستوى دخل المواطن مو لما يكون ماكو فلوس وأدري إن ماكو فلوس أي أقول أنا برفع دخل المواطن لا دبر فلوس من إيد نحن المال العام بعين والمواطن بالعين الثاني فإحنا لما ندبر الفلوس نس ما سوينا في إنشاء المدن الإسكانية أنهينا فكرة الأزمة اللي كانت تتعانيها الدولة في انتظارها الست سنوات اللي كانت تحتاج تنتظرها في الميزانية عشان توفر فلوس البنية التحتية شلنا هذه شركة تتأسس تاخذ قرض تسوي البنية التحتية تاخذ أرباحها على ثلاثين أربعين خمسين سنة فكينا الحكومة من هذا العبء الانفاق الرئيس مالي إذا نحن قاعد نطرح طرح شعبوي قاعد نطرح طرح في صرف غير مسؤول ولا قاعد نتعامل بسياسة رجال الدولة لما نحط قانون المدن الإسكانية لما نحط قانون الشركة الكويتية الصناعات التحولية هذا تنويع مصادر دخل النفط اللي قاعد ينباع خام قاعد نحط قانون يخليكم تبيعون سعر البرميل بأضعاف مضاعفة هذا تنويع مصادر دخل ويرفع ويوفر فلوس لما قدمنا قانون دمج ديوان الخدمة مع دعم العمالة ويشيرون كيان واحد هذا القانون بروحة وخلك يمركز معايا لأخ الوزير المالية هذا القانون بروحة يوفر على الميزانية ستة مليار لما انتحدش على الوفرة المالية اللي قاعد نعمل عليها اللي هو المفروض انتقل الحكومة اللي تتيبون هذه القوانين اللي توفر على الميزانية نعم احنا اهمنا جدا رأيي المواطن وعلم المواطن اللي قاعدنا المسع يوميا لكن اهمنا جدا ان احنا ما نكذب على المواطن واني انعشم المواطن بشيء غير قابل التطبيق ليش لانا ادري الدرب اللي جدامي مسدود لكن لما ابتدي اوفر لك ساعة راح اقدر احقق كل طبوحات المواطنين انا يهمني جدا لما اشوف ألم المواطن اللي يابني هني ان احقق له آماله لكن ما راح اقدر احقق آماله لما بيعه وهم راح اقدر احقق آماله وحقق طموحاته ويشوف وظيفة كريمة ومعاش زين وشارع محترم وبيت لما الاقي الطريقة الصحيحة في الادارة كل السنين اللي طافت كان فيه سوء ادارة خيالي سوء الادارة الخيالي ادى الى هدر مليارات سوء توزيع للاموال هذا السبب الرئيسي وكله كان ناتج سوء الادارة كان ناتج عن فساد ومحسوبيات وتنفيع فئات لكن لما ننشوف حلول حقيقية بفكر رجالات الدولة احنا ما تواطئنا على المواطنين ولا تواطئنا على البلد احنا تعاوننا مع الحكومة اللي عينها سمول امير احنا تعاوننا وفق الدستور وفق المادة خمسين احنا تعاوننا لتحقيق الانجازات الحقيقية الواقعية القابلة للتطبيق وقاعدة تشوفونها وقاعدة يلمسونها المواطنين جدام عينهم احنا ما نبيع وام احنا تجاوزنا الكثير ما بلعنا مواس بلعنا صواطير قاعدة تحوشنا من كلام وتجريح لكن هذا الكلام والتجريح ما يثر برجل الدولة اذا رأى المصلحة امام عينه مصلحة البلد ومصلحة المواطن اذا شاف هذه المصلحة جدام عينه يعكف بالاجتماعات ويعكف بالدراسات مع المتخصصين مو يحط قوانين سلق بيض وبعد ما يعكف بالدراسات مع المتخصصين يوصل ويكون هو حلقة الوصل بين المتخصص وصاحب القرار الى ان يصلها الى ان تكون واقع غير واقع الناس هكذا يتم اتخاذ القرار وكين يتعاملون رجالات الدولة اللي خافون على البلد اللي تساموا خمسين واحد يايين كل واحد عنده رؤية بروحة قالوا صوت واحد لكن لما ثمانية واربعين من الخمسين يتعاونون ويتسامون كل واحد يقط برنامج الانتخابي على جنب وتعاونون عشان يطلعون هذا ما ينقل له تواطئ هذا يسمونه تجرد هذا يسمى تعاون هذا يسمى تضحية من اجل البلد اللي قلتها انا ببرنامج الانتخابي ما سويته بس جدمت الانجاز على نفسي هذا هو الاهم ان يعيه اليوم الشعب الكويتي من هذه التضحية اللي قدموها الاخوة النواب من الضروري جدا ان في الايام القادمة يكون التعاون الحقيقي هو تعاون مع الحكومة والحفاظ على وحدة صف المجلس من اجل التعاون من اجل مصلحة البلد